أغسطس من هذا العام حذرت الأمم المتحدة من أنها ستضطر لإيقاف 22 برنامج مساعدات لإنقاذ اليمنيين خلال سبتمبر وأكتوبر إذا لم يتم دفع ما يزيد عن مليار دولار كانت الدول المانحة تعهدت بدفعها في ذات الشهر أغسطس كان برنامج الغذاء العالمي يحتفل مع الحوث بتوقيع آلية فنية لتوزيع المساعدات والإغاثات الدولية تعتمد على بصمة العين ورفع كشوفات بأسماء المستفيدين دون تولي الحوثي المهمة بعد اتهامات بسرقته للطعام من أفواه الجيع الاتهامة ألقت بظلالها على 850 ألف يمنيين في صنعاء حرموا من هذه المساعدات وهم بأمس الحاجة إليها نتيجة تعنت الحوثي الميليشيات قابلت هذه الاتهامات بإحراق مخازن برنامج الغذاء العالمي في خطوة تصعيدية لمواجهة الأمم المتحدة متهمة إياها بصفقات غذاء تالفة لليمنيين وقد رد برنامج الغذاء بأن شحنة الحوثي الذي استعرضها في صنعاء كان من المفترض أن تصل تعز نهاية العام 2018 وقد احتجزها الحوثي ومنع وصولها إلى هناك التصعيد الحوثي ضد برنامج الغذاء العالمي تهدي في الميليشيات من خلاله إلى استلام كافة المساعدات الإنسانية لليمنيين على صورة مبالغ نقدية بالدولار هكذا يصر الحوثي ولهذا يصعد غير مبال بأن مشرفيه والقائمين على المنظمات الإنسانية المكلفين من خلاله قد أوصلوا العالم إلى أزمة ثقة ووصموا بأنهم يسرقون الطعام من أفواه الجيع وبعيدا عن واقع الشد والجذب ووصول الطعام إلى أفواه الجيع سبتمبر طالب برنامج الغذاء العالمي بصرف أكثر من نصف مليار دولار لتلافي خطة المساعدة الإنسانية الطالئة في اليمن الرقم هنا هو نصف ما طالب به برنامج الغذاء العالمي قبل شهر واحد فيترى ما السبب وراء نصف المطالبة ورفض الدول المانحة مطلعون يؤكدون أن الدول المانحة التي وعدت مطلع العام 2019 بأكثر من 2 مليار دولار تراجعت عن هباتها وذلك بسبب ضبابية العمل الإنساني والتقارير التي تفيد بسرقات واسعة للمساعدات هذا ما دفع برنامج الغذاء العالمي للإعلان عن تقليص المساعدات الإنسانية للفترة المقبلة المشكلة مستمرة فأكتوبر المقبل الأسر اليمنية المستفيدة من المساعدات الغذائية أمام تقليص الحصص اليومية لحجم المساعدات هذا ما أفاد به متحدث برنامج الغذاء العالمي الذي لم يستطع أن يقنع الدول المانحة بتسليم 600 مليون دولار لاستمرارية البرنامج خلال 6 شهور مقبلة